الجفاء يزداد بين أرمينيا وأذربيجان محاولات جهات أوروبية لجمع الطرفين حول طاولة المحادثات باءت بالفشل فقد كان مخططاً أن يلتقي زعيم البلدين المتنازعين مع رئيس الفرنسي والمستشار الألماني ورئيس المجلس الأوروبي في غرناطا بإسبانيا الاجتماع كان مخصصاً لبحث تهدئة وتجاوز أزمة منطقة ناقرني كارباخ التابعة لأذربيجان والتي أحكمت سيطرتها عليها قبل أيام لكن رئيس أذربيجان إلهام علييف ألغى مشاركته في اللقاء قبل انعقاده بوقت وجيز واتهمت بلاده فرنسا بالانحياز لأرمينيا من خلال المواقف التبلوماسية والإعلان عن تسليمها أسلحة وذخائر نددت وزارة خارجية أذربيجان بما قالت إنه تصريحات لا أساس لها من الصحة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بشأن دعم وحدة أراضي أرمينيا كما انتقدت باكو مواقف مناهضة لها أعلنها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وقالت وكالة أنباء أذربيجان إن البلاد لن تحضر أي محادثات في المستقبل تشمل فرنسا لكنها ستظل منفاتحة على لقاء مع الاتحاد الأوروبي وأرمينيا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قال إنه يأسف لعدم لقاء علييف في إسبانيا موضحا أن بلاده كانت متفائلة بشأن الاجتماع الذي ألغي وفي الولايات المتحدة قالت وزارة الخارجية إن الحوار بين أذربيجان وأرمينيا أساسي لحل خلافاتهما واشنطن دعت للتوصل إلى حل سلمي ينهي الأزمة التي طال أمدها لكن يبدو أن مسار إنهاء حالة الاحتقان بين الجارين الخصمين قد تأخذ وقتا أطول مما يتوقعه الحلفاء والوسطى موسيقى